السلام عليكم مرحبا متابعين قناة سنتر الرؤى اولا قبل البدء نضعكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات ليصل لكم كل جديد دائما تبدأ الخلقات البشريات على الارض بخلق ادم عليه السلام فاقتضت حكمة الله تعالى ان يعمر الارض بالبشر فخلق ادم ولم يكن خلق ادم سرا او امرا مكتوما وانما لقي اشعة للخبر وحوارا بين الله وملائكته في شأن هذا المخلوق ووفائه بالالتزام لما خلق له ثم اجري لهذا المخلوق حفل تكريمي مهم حضره كافة ملائكة له وفيهم ابليس وكان قمة التكريم لهذا المخلوق ان امر له اولاء الحضور بسجود لادم فسجد الملائكة كلهم اجمعون طاعة لله الا ابليس ابا ان يكون مع السجدين والقرآن الكريم يبين تسلسل خلق ادم من حين ان كان طينا قال الله تعالى خلق الانسان من سلسل كالفخر وخلق الجان من مارج من نار وفي الحديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله خلق ادم من قبضت قبضها من جميع الارض فجاء بن ادم على قدر الارض فجاء منهم الابيض والاحمر والاسود وبين ذلك وسهل والحزن وبين ذلك والخبيث وطيب وبين ذلك كما ورد ان له خلق ادم بيده وشكله على الهيئة التي خلقه عليها فكان نموذجا فبقيه كذا سلصال كالفخر اربعين سنة فكان ابليس ينقر عليه بيده فيصدر صوتا كما لو نقر على جارة من الفخر ثم نفخ له فيه الروح فسرت في جسمه حتى وصلت الى رأسه فاعتقس ادم فقال الحمد لله رب العالمين فقال له تبارك وتعالى يرحمك الله وفي رواية رحمك ربك يا ادم واما عن بدء خلق الانسان فقد قال تعالى ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين وقد اخبر الله تعالى ملائكته انه قضى وقد ظر خلق الانسان قال تعالى اذ قال الرابك للملاء كائن خالق بشرا من طين فكان اصل هذا البشر ادم حيث شكله له تعالى بيديه وتركه على باب الجنة سلصال كالفخر اربعين سنة ولما نفخ فيه الروح امر الملائكة ان يسجد له سجود تكريم كما اخبر الله تعالى ملائكته بمهمة هذا الانسان قال تعالى واذ قال الرابك للملاءك اني جعل في الارض خليفة قال اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون واستفهام الملائكة بقولهم اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء قياسا منهم على مكان من امر الجن حين انفرد بسكناها فقتل بعضهم بعضا وسفك بعضهم دماء بعض والملائكة يتآذعون من هذه المناظر كما يتآذعون مما يفعل على الارض من منكرات فقد ورد في الاحاديث الشريفة ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب او تمثال او تصاوير وانها لا تصحب رفقة معهم كلب او جرس وتتآذى من اكلت الثوم او البصل اذا دخلوا المسجد ففي الحديث عند مسلم من اكل البصل والثوم والكراس فلا يقربنا مسجدنا فان الملائكة تتآذى مما يتآذى منه بنو ادم وتتآذى من تعري الانسان الى في الخلاء وطلب من الانسان ان يستطر وهو في الحمام وان الملائكة الكرام الكاتبان لا تفارق الانسان الى عند الجنابة او الغائط او الغصل فتبتعد عنه وتتآذى من المنكرات والمجالس اللاهوي والخن والمسكرات والمبقاط وهذا ما خشيته من هذا المخلوق الجديد لما اخبرها المولى عز وجل انه سيستخلفه في الارض واما من قال باعتراضهم على الله او عصيانهم عند سمع خبر ايجاد هذا المخلوق فقوله وهم وخطأ فهو لم يعرف طبيعة الملائكة فالله خالقهم قال عنهم لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يأمرون وكما ينزعجون من اخطأ الانسان يصعدون ايضا بطاعته وعبادته ومجالس القرآن وذكر والعلم ويقفون على ابواب المساجد يوم الجمعة يسجلون الحضور حسب تبكيرهم وقدومهم فاذا صعد الخطيب على المنبرد وصحفهم وجاءوا يستمعون الذكر قال ابن كثير في البداية والنهاية اني جعل في الارض خليفة فاخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق ادم وذريته كما يخبر بالامر العظيم قبل كونه فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه الحكمة لعلى وجه الاعتراض وتنقص لبني ادم والحسد لهم كما يتهمه بعض جهلة المفسرين واما جواب الله تعالى لهم اني اعلم ما لا تعلمون فليس تبرئة للوينوس من سلوك هذا السبيل وانما لاعلامهم ان اخبارهم بما اراد هو للعلم لا للمشورة وان هذا النوع الذي سيخلف الجان في اعمار هذه الارض سيكون من نوع مختلف عنكم وعن الجان فان كنتم من النوع الصرف الذي يوحد ولا يذنب فان المخلوق الجديد سيكون في امتحان عسير يتنازعه طريقا طريق الخير وطريق الشري وايهما غلب عليه سيحطم له المصير الابدع اما الى جنة واما الى النار وقولهم ونحن نسبح بوحمدك ونقدس لك كأنهم يريدون ان ينفردوا بالوجود وان لا يشاركهم مخلوق في هذا لا حسد لانهم لا يعرفون الحسد وانما كلا يتأذى ومن جحود المخلوق وكفره ونكر انه كما ذكرنا ولكي يثبت لهم ربهم اهمية هذا المخلوق زوده بالعقل وزينه بالعالم فعلمه اسماء الاشياء الحسية والمعنوية ولغة التخاطب فكان ناطق وهذا يدل على ان الاشياء خلقت قبله من حيوان وجماد فاحتاج لتعلم اسماؤها وجعلت الارض مسكن صالحا له حيث ظلت ملايين السنين تتقلب من حال الى حال وطور الى تور حتى نسبت سكناه واصبح ما فيها مسخر له وقد اخبر له تعالى عن هذا بقوله قل انكم لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداد ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقد ضر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين فكان خلقها وتكوينها وخلق ما فيها من اقوات في اربعة ايام من ايام الله التي لا يعلم مدها الزمني وفقت سنواتنا الى الله وبقية خلق الكون في يومين لا يكتمل الخلق للسماوات والارض في ستة ايام وهكذا خضعت الارض لهذا التشكيل رباني لتناسب عيش الانسان ومن هذه الايات نستنتج انه لا توجد حياة تناسب الانسان على الكواكب الاخرى لانها عدت من بقيات الكون التابعة للسماوات ولم يشملها ما جرى للارض واما هذا العدد من الايام للخلق فتلك حكمة الله والله تعالى قادر ان يخلقها بكلمة كن اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون ولعل هذا الحديث يوضح الخلق بكلمة كن فقد ورد ان الملائكة الطلب من ربهم الجنة لهم فكان الجواب لن اجعل صالحا من خلقت بيبك من قلت له كن فيكون وهذا يدل على ان خلق ادم الذي استغرق زمنا قبل نفاخ الروح فيه ليس كمثل الملائكة الذين خلقوا بكلمة كن ولله الامر من قبل ومن بعد في كيفية خلق عباده كما يشاء بما يريد وبعد اكتمال الصورة الانسانية لادم عليه السلام قدمه له للملاؤك وامرهم بسجود له سجود تكريم ورفعة شأن غير ان ابليس لم يستجب لامر له في السجود فؤب ان يكون مع السجدين اذ قال الرابك للملاؤك ان خلق بشرا من تين فاذا سوياته ونفخط فيه من روح ينفقع له سجدين فسجد الملائكة كلهم اجمعون الى ابليس استكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس ما منعك ان تزجد لما خلقت بيدوي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وسجود لادم من قبل الملائكة هو سجود ينسحب على كافة ذريته فالعقل من البشر عندما يستذكر ذلك ينشط في طاعتان الله عرفانا منه لهذا التكريم قال الله تعالى واذا قلنا للملائكة ازجدوا لاديم فسجدوا الى ابليسة ابا واستكبر وكان من الكافرين وقال في سورة اخرى يظهر فيها جدال ابليسة واتبارير فعلته بعدم السجود ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ازجدوا لاديم فسجدوا الى ابليسة لم يكن من السجدين قال ما منعك ان لا تزجد اذ امرتك قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ولهذه المخالفة من ابليسة واغضابه الرباه وعيسية انه العلني استحق غضب الله والطرد ولعن والخلود في جهنم لكن ابليس الذي علم مصيره المحتوم في جهنم لم يشاء ان يدخلها قبل ان يبث كامل شره بين الخلق حتى يدخلها بمرتبة الاذى العليا لذلك تنمر وكشر عن انيبه ومتى اجوج في داخله من غضب وحقد فابد عدوته السافرة لاديم وطلب من ربه ان يؤخره الى يوم القيامة لكي يقوم باغواؤه واغواء ذريته قال الله تعالى واذ قلنا للاملاؤك ازجد لآدم فسجد الى ابليسة قال ازجد لمن خلقت طين قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لان اخرتنا الى يوم القيامة لا احتنك الناذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورة ارأيتك بمعنى اخبرني لاحتنا كنا بمعنى لاستلين عليهم ولاستميلنهم وقد اورد النص القرآنية تبرير ابليسة بعدم السجود لآدم فقال ترى انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وقال ازجد لمن خلقت طين وقال لم اكن لازجد لبشر خلقته من صلصال من حماء مسنون لقد قال ابليسة كل هذا وهذا دلل حقده وحسده ومحاولاته ايجاد مبارر لفعلته النكراء وهذا فعل كل حسود وحقود يصعد في التسويغ وسوق الحجاج كي تقبل منه لكنه لا بد وان يقع بزل لسانه التي اخبرت عن حقده وحسده وجحوده انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبدأت العداوة بين ابليس وآدم بشدة فآدم يتقيه بالاستعانة بالله والبعد عنه ما امكن الى ذلك سبيلا وابليس قد توعد ادم وذريته بالويل وثبور وعظائم الامور لا يكف عن الاغواء ساعة من زمن خصوصا لما لعنه الله وطرده من رحمته وعرف مصيره المحتوم في النار فاصبح محمو ما يريد الشر لكل مخلوق قال له تعالى قال يا ابليس ملكا اللا تكون مع الساجدين قال لم اكن لازدال بشر خلقته من صلصال من حماء مسنون قال فاخرج منها فانك رجيم وان عليك اللعنة الى يوم الدين قال الرب فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم قال الرب بما اغويتني لازيننا لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الى عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الى من اتبعك من الغواوين تأمل هذه المحاورة لكي تتعرف على حقد ابليس على ادم ومن بعده على بنيه انه يعلم انه خسر كل شيء للابد وطرد مما كان فيه من نعيم قال فاخرج منها فانك رجيم سواء الضمير في منها راجع الى الجنة او الى المكانة التي كان عليها قبل العسيان فقد تبدل حسنه يوم كان ذا مكانة عالية الى قبح بعد ان سفل فهو اقبح مخلوق في هذا الكون انه يستشيت غضبا ولا يبالي بما يفعل يود لو ان له شيئا من قوة لدمار الكون ولكن ناهيهات فهو اضعف من زبابة امام صمود المؤمن وتمسكه بتعاليم خالقه انه القهر الذي يذله فلقد اذله ادم الانسان الذي بدأ له ضعيفا فحرمه من مجده ومكانته حيث اظهرك من حقده وحسده وتكبره فليس عنده بعد ان نصب الله عليه اللعنة مهادنة ابدا ولا تراجع عن حقده وكراهيته للبشر لقد عد له مشرور وتفنن في التنوع والتنكيل ولكن اذا اهل الانسان لا يكون الا بقدر ما يستجيب هذا الانسان لسوسته فاتقائه بتمسك بالدين وما وصان به الله عز وجل عن طريق الرسل صلوات الله عليهم اجمعين لذلك عرفنا له ان الطريق الى له واضحة مستقيمة فمن سلكها وتمسك بها كان مستثنان من الاغواء فلا يصل اليه شار الشيطان قال هذا صراط علي مستقيم ان عباديه ليس لك عليهم سلطان الى من اتبعك من الغواوين اما ادم فقد على ذكره وشاع خبره بين الملاء الاعلى وفاز بالتكريم كما فاز بسكن الجنة ويا ادم اسكن انت زوجك الجنة فكل من حيث شأتما ولتقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين وفي سورة البقرة وقلنا يا ادم اسكن انت زوجك الجنة وكل منها رغد حيث شأتما ولتقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فمن اين لآدم الزوجة ونعلم انه لم يكن معه زوجه عند الامر بسجود له فهذا الخطاب على ما سيكون لان زوجته معه يحملها احد اضلعه قال في فتح القدير قال لما سكن ادم الجنة كان يمشي فيها وحش ليس له زوج يسكن اليها فنام نما فاستيقظ واذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها له من ضلعه وهناك كانت لباسا له وكان لباسا لها وسكن لها وسكنت له يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها وينكث ادم وزوجه في الجنة بحياة رغيدة هانئة تمؤنه الربه فيها ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى لكن هذه العيشة الهانئة مشروطة بشرط سهل التنفيذ ليس فيه اي تأثير على مسيرة حياة ادم وزوجه في الجنة ولا يحد من رغبتهما مطلقا فهو محذور واحد امام مباحات لحد لها قال له تعالى وقلنا يا ادم اسكن انت زوجك الجنة وكل منها رغدا حيث شأتما ولا تقرب هذه الشجرة تفتكون من الظالمين شجرة واحدة هي الممنوعة فقط وذكر المفسرون انها الكرم وقال الطائفة منهم الحنطة وقال اخرون النخل وتزم ادم وزوجه بهذا شرط وعاش فيها ناء وصفاء ورغد من العيش غير ان ابليس الذي هدد وتوعد ادم بان ينغص عيشه ويسوقه الى درب الهلاك والعصيان قد مكرن وخب الى ادم الشار والدواهي ليوقعه في المحظور فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ووري عنهما من سؤاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الا ان تكون ملكين او تكون من الخالدين وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين ومع القسم بانه ناصح لهما وهو كاذب عاد للاخداع وزخر في الكلام فدلاهما بغرور فلما ذقى الشجرة بدت لهما سؤاتهما وتفقى يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم انهكما عن تلكما الشجرة واقول لكما ان الشيطان لكما عدل مبين لا يمكننا ان نقول كيف تورط ادم وزوجه من الاكل من الشجرة وكيف استطاع ابليس بالوصوصة والاغواء الاقاع بهما فقد ورد في الحديث الشريف عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حاج موسى ادم عليهما السلام فقال له انت الذي اخرجت الناس بذنبك من الجنة واشقيتهم قال ادم يا موسى انت الذي اصطفك له برسالاته وبكلامه اتلومني على امر قد كتبه الله علي قبل ان يخلقني او قدره علي قبل ان يخلقني قال الرسول له صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى رواه البخاري ومسلم وغيرهما فهذا امر قدره الله لامر يريده وحكمة يعلمها وادم نافذ ذلك مغتارا فقط صرف وفق الطبيعة البشريات التي وضعها الله فيه ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة وهو التذكير بما سبق من وصياتا ادم بعدم الاكل من الشجرة وعدم طاعتان الشيطان لكنه نسي كل هذه الوصايا لما ركب في الانسان من طبيعة النسيان فالرغم كل التحذيرات من مكر الشيطان وانه العدو الاول للانسان فقد زلت قدم ادم ووقع في العسيان قال له تعالى واذ قلنا للاملاؤك ازجد لادم فسجدوا الى ابليس ابافق لنا يا ادم ان هذا عدل لك والزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى وقدم له تعالى لادم ما يطمئن باله ويريح خاطره واتفكيره منعناء مستقبلا فكانت الضمانات من العالي القدير بدوام العيشة الهنئة اذا ملتزم بالبعد عن الشجرة وعدم الاسخاء الى وصوص ابليس ان لك ان لا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تضمأ فيها ولا تضحى وهل هناك اهنأ من هذه العيشة والذ منها طعام جهز يبعد غائلة الجوع وشراب لذيذ متى مشعر بالعطش وليس فيها ما يخيف منحرن الشمس وقت الضحى فلا شمس اصلا في الجنة سعادة ما بعدها سعادة ثم ماذا كان بعد ذلك لقد تطلع بعد وصوصة الشيطان الى الشجرة التي نهاهل له عن الاكل منها فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سؤاتهما وتفقى يخصفان عليهم من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوة والوصوص هي شيء خفي يدب في النفس ويسيطر عليها ويسيرها فلا تنفك من اسار هذه الوصوص الى بذكر الله لكن تجمعت على ادم الوصوص مع قسم اب ليس له بانه ناصح وانه ان اكل من هذه الشجرة فانه سيكون خالدا مع ملك لا يبلى فدلهما بغرور اي اوقعهما في التهلكة وانزل رتبتهما من علياؤها وعزتها فلما ذق شجرة بدت لهما سؤاتهما وكان مستورين بهال من نور لا يرى احدهما سؤة الاخر ولا حتى سؤته وسميت السؤة بهذا لغاصم لان ظهورها للاخرين يسؤهم ربما كان هذا لباسهم في الجنة النور قال له تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سؤاتهما وربما كان لباسا من حرير واستبرق وهو لباس اهل الجنة فلما ارتكب الخطيئة بالاكل من الشجرة تعري بسبب العصيان وطفق يخصفان عليهم من ورق الجنة فارتع لهذا التغيير وكان بداية الوقوع في المخالفة ويشار الى ارتكاب الخطأ وانها لتنور الساتر قد زالت بفعل ما ارتكباهما خطأا وعصيان للامر الالهي وكان بالقرب منهما شجرة تين فاطفقا يقطعا من ورقها لكبره ويستتران به اي يلصق انه فوق العورة ونداهما ربهما لم انهكما عن تلكما الشجرة عن الاكل منها وعدم الاقتراب منها حتى لا تقعا في المحظور وفوق هذا حذرهما من الشيطان ومكره وكيده وانه مسلط عليهما ولا يعصمهما منه الى الالتجاء الى له باطباع ما امر والبعد عما نهى عنه واقول لكما ان الشيطان لكم عدل مبين وهكذا خرج ادم زوجه من الجنة بسبب الشهوة والنسيان واغواء الشيطان لا يعيش في دار الكدح والعمل والامتحان تتنزعه الاهواء والشهوات ونوازع الخير ونوازع الشر فامامه طريقان وهدي يمه النجدين انهديناه سبيلا اما شاكرا واما كفورا فيحيا في صراع حقيقي لا هواد فيه الى ان ينتهي صراعيه بالموت فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين في اسلام لك من اصحاب اليمين واما ان كان من المكاذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فتغيرت الدار فلم يعد كل شيء ميسر لخدمة ادم بلا كدح او طعب فلا بد من العمل وبذل الجهد لتحصيل رزق واستمرار الحياة وبدأت مسيرة الانسان فوق الارض بآدم وحواء وولدت حواء البنين والبانات يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائلا لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم هذا وله اعلى واعلم وصلى الله على نبينا محمد على اهلها وصحبه اجمعينا شكرا على المتابعة ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعارات والضغط على